يستخدم المزيج في معالجة حالات الاكتئاب ومشاكل عسر الهضم والتهاب المفاصل والطرابات الكبد وقرحة المعدة واليرقان والطرابات الدورة الشهرية والربو ونزلات البرد والسعال والإنفلونزا حيث يستخدم الكركم مع العسل من خلال خلط ملعقة من الكركم مع العسل وإضافة الماء الساخن إليهما وشرب المزيج أو من خلال صنع قناع منهما وتطبيقه على البشرة فوائد الكركم مع العسل مضاد قوي للالتهابات بسبب احتواء المزيج على كمية وافرة من مضادات الأكسدة والمواد المضادة للفيروسات والفطريات والجراثيم كما يعمل كمطهر للجروح والحروق بالإضافة إلى ذلك يستخدم كمسكن للآلام عن طريق صنع مزيج من ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة من العسل وإذابتها في كوب من الحليب الدافئ أو الماء الساخن وشرب المزيج قبل النوم للوقاية من الالتهابات محاربة السرطانات والوقاية منها حيث يحتوي المزيج على نسبة وافرة من مضادات الأكسدة ومن المواد الطبيعية التي تعمل على تحفيز نمو الخلايا للقيام بعملية تدمير ذاتي للخلايا السرطانية كما يساعد المزيج في تعزيز بعض من أنواع العلاج الكيميائي والتقليل من حدوث آثار جانبية إزالة السموم من الجسم حيث يعمل المزيج على تعزيز عمل الكبد من خلال زيادة إنتاج الأنزيمات الحيوية التي تعمل على التقليل من السموم في الجسم ومحاربة أمراض الكبد وتحسين الدورة الدموية في الجسم مكافحة علامات الشيخوخة وإزالة علامات تقدم السن والهالات السوداء حول العين ومعالجة حب الشباب والآثر الناتجة عنه ومعالجة التصبغات الجلدية عن طريق صنع مزيجا من ملعقة من العسل والكركم والقليل من الليمون أو ماء الورد أو لبن الزبادي أو الحليب ثم تطبيق المزيج على البشر لمدة عشر دقائق تقريبا وبعد ذلك غسلها بالماء البارد ومسح وتجفيف البشرة وتكرار الوصفة يوميا أو ثلاث مرات أسبوعيا حيث يعمل المزيج على ترطيب البشرة كما يعمل على تقشير الخلايا وتجديدها ملاحظة ينصح الأطباء بتناول كمية محاولة